وعن أحوال التقس من نشرة التاسعة نعود مرة ثلاثة وأخيرة فيها إلى مصطفى ميزار تفضل مصطفى شكراً لها منمر شكراً أميرة ختاماً مشاهدين الكرام الجولة الثالثة وأحوال التقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله يتوقع خبراء آية الأرصاد الجوية أن يسود غداً لحظ تقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية وليلاً أما في صباح الباكر فالتقس معتدل على أغلب الأنحاء وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانوا بدرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية نبدوها من محافظة القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 38 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار في الأسكندرية 34-22 والجو فيها حار في مطروح 37-22 والجو فيها أيضاً حار في برسعيد 30-23 الجو حار في الإسماعيلية 37-22 والجو فيها أيضاً حار أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة والجو فيها أيضاً حار في العريش 31-18 والجو فيها حار في طابة 35-24 الجو حار في شرم الشيخ 39-27 والجو حار في الغردقة 39-27 والجو أيضا حار في محافظة الأكسر درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 45 درجة والصغرى 27 درجة والجو فيها شديد الحرارة في أسوان 45 درجة والصغرى 28 درجة والجو فيها أيضا شديد الحرارة في الواد الجديد كذلك 44 درجة درجة الحرارة العظمى والصغرى 27 درجة والجو فيها أيضا شديد الحرارة في شلاتين 38-25 والجو فيها حار وأخيرا في حلايب 34 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر